هذا وأكدت مفوضية الانتخابة انهاء الهيئة القضائية النظر بالطعون المقدمة إليها بنهاية اليوم الجمعة فيما أكدت قبولها لسبعة طعون من أصل 1200 كما كشفت عن مضمونها والمحافظات المشمولة وكذا كيفية تطبيق قرارات الهيئة بشأنها المفوضية أوضحت أيضا قبول الطعون السبعة ربما يأتي بنتيجته لصالح مقدمية الطعون أو غيرهم وإلغاء نتائج المحطات والمراكز بمجابها سيؤثر ربما على المرشحين ذوي الفوارق القليلة لافتة إلى أن الطعون السبعة عضوا لمرشحين في بغداد وكركوك وبابل ونينوى وأربيل مشددة على حسم النظر بالطعون بنسبة كاملة من قبل مجلس المفوضين مطلع الأسبوع المقبل على ضوء قرارات الهيئة القضائية